مركز معلومات تغير المناخ بيحذر أهلنا من المزارعين والفلاحين من ارتفاع درجات الحرارة الأيام اللي جاية اللي من المتوقع أنها تتجاوز 34 درجة لأول مرة في فصل الشتاء السندي المركز قال أنه درجات الحرارة ممكن يكون لها تأثير سلبي كبير على المحاصيل الزراعي خلينا نعرف تفاصيل لأكتر من دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ اللي موجود معنا على التليفون صباح الخير على حضرتك يا دكتور أهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر أهلا سلام يا فندم أستاذ الجمال أستاذ محمد صباح الخير على حضرتك صباح النور يا فندم في البداية لو حضرتك تعرفنا أكتر إيه التغير الممكن يحصل في الوقت الحالي بهذا الارتفاع 34 درجة مقوية في فصل الشتاء السندي وبشكل مفاجأ أيضا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إحنا تابعنا من دعاية تقرير هيئة الأرصاد الجوية وكان ملاحظ طبعا أن فيه ارتفاع في درجات الحرارة النهاردة هيوصل للـ 34 في ستاعد أو 35 كمان وده زايد عن المعدلات تقريبا بحوالي 5-6 درجات في توقيت غريب شوية لأن أنا دلوقتي في فصل الشتاء حتى ما دخلتش في الربيع أصحيح أنا في التلت الأخير من الأمشير وده عادة أمشير دائما يعني أهلان المزاعين على ثون شهر أمشير بيبقى تلت الأول تبع طوبة يعني بارد التلت الأوسط معتادل شوية تلت التالت بيبقى متقلب في النهاية أنا عندي ارتفاع في درجات الحرارة بالنهار ارتفاع كبير وعندي محاصيل شتوية يعني لا تتحمل هذا الشكل من ارتفاع الحرارة أما طبعا محصول الأمش حتى هذه اللحظة الحمد لله محصول الأمش في مصر النمو بتاعه جيد جدا ومبشر ولكن مهم جدا أن يكون ما ينفعش يكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة والأرض تكون ناشفة تحت الزراعات الأمش وده النصحة الأولانية لكل أهلنا المزارعين أنه كمفروض في راية قبل ارتفاع درجات الحرارة وإحنا نزلنا فعليا توصيات كتير خلال الأيام اللي فاتت وكتير من المزارعين الحمد للتزموا كان في إجراء راية مهمة جدا المشكلة بقى كبيرة في أن الأمش خلاص تقل سنابله يعني الأمش سامبل وطلع السنابل بتاعته فدلوقتي لو فيه راية وحصل سرعات عالية للرياح بيحصل حاجة معه رقاض وتدعم المشاكل المزارعين فبكرة السابق يعني النهاردة على بعد الجمعة وبكرة السابق متوقع يكون فيه سرعات عالية شوية من الرياح فيه أجواء ساخنة نوعا ما وبالتالي مهم جدا أنه أنا ما يكونش فيه إجراء للري على مستوى كل المناطق تقريبا ده حيكون مدته قد إيها دكتور محمد يعني التغير ده والتقل مرة وحدة من الجو البارد إلى الجو الحار وده طبعا زي ما حضرتك شرحت هيؤثر على المحاصيل المدة اللي حيستغرقها التغير ده قد إيه هو الحمد لله أن المدة مؤقتة جدا يعني أنا أتكلم عن أنه من بكرة سيبتدي تنخف الدرجات الحرارة بالنهار ست درجات مرة واحدة يعني اللي رفعيتهم تقريبا هتنخفضهم مرة تانية سيبتدي يحصل لجوء للرياح على بكرة آخر اليوم من يوم الحد سيبتدي نقيم كل العاملات الزراعية الطبيعية في الوقت ده من السنة سواء رأي تسميت طبعا موسم الفاكهة مهم جدا أنه دخل في مراحل بداية النمو دلوقتي التزهير لمعظم أشجار الفاكهة المنجز داتون حتى الموالح الموسم الجديد النخيل المتسقطات في عينب وغيره وكل دخل في بداية الموسم وطبعا الفترة بتاعت التزهير وبداية العقد بتبقى برضو حساسة لأي تقلبات في الجو فمهم جدا أن يكون فيه إضافات مع الرأي زي البولتك كل المدرعين عادينا الأسماء دي نطرات المغانيسيوم بحيث يساعد النبات إنهم يحصلوا الصدمة بسبب هذا التزهير الكبير في درجات الحرارة آخر بس توصية بخصوص قطعة مهمة من الزراعات اسمه الطبية العطلية كمون خطوطا شايفين أنه أسعاره غالية شوائية الكمون واليانسون والكراويا والشمر دي في مراحل مهمة جدا دلوقتي تكوين الحبوب وبالتالي مهم يكون عندي إضافات لمركبات البوتاسيوم خلال الأيام اللي جاية مهم في سورة راش عشان أساعد النبات بسرعة على إنهم يكون الحبوب قبل بقى مخش في أي موجات أخرى من الدفاعات الحرارة وده المعروف في نهاية أمشير دائما بيبقى هذه التقلبات الموجودة فأتمنى من كل أهلنا المزارعين يعني التنفيذ هذه التوصيات متشابك مع عدة قطاعات مختلفة منها طبعا زي ما احنا مركبنا دلوقتي هيئة الأرصاد لازم يكون فيه متابعة حثيثة للتقلبات الجوية وحالة المناخ بشكل عام وبالتالي يكون فيه يجي دور الإرشاد الزراعي عايز أعرف من حضر يكون أعرف السادة المشاهدين يا فنم يعني هذه المنظومة بتمشي إزاي دي حاجة تاني حاجة لو فيه مزارع حابب يعرف زي يتعامل مع المحصول اللي هو زرعه يتوجه لإيه ولا المين ولا يعمل إيه طبعا أنا أشكر حرارة جدا وبالمناسبة يعني برنامج حضرتك سباح خير يا مصر يقوم بهذه المهمة دلوقتي مهمة مسئولية مجتمعية محترمة لكل أهل المزارعين لأننا فعلا قلت بعض التوصيات وكثير من المزارعين مصر متابعين التلفزيون المصر المحترم هيئة الأرصاد الجوية في بروتوكول تعاون وبالمناسبة رئيس مركز معلومات تغير مناخ هو عضو مجلس إدارة الهيئة فيه ترابط وفيه تعاون مهم ما بين مزارة الزراعة ومزارة التيران اللي هي هيئة الأرصاد الجوية وبالتالي كل التوصيات كل الإنذار المبكر وكل التنبؤات الجوية بتتبعت لنا إحنا بنجري عليها كل النماذج المطلوبة بحيث نوصل لمعلومات بسيطة للمزارع بيتم توصيلها للمزارع بوثائل كتير جدا منذ منها طبعا زمالت حضرتك الإعلام المحترم الوطن المحترم وعندنا طبعا تطبعات على المحمول وده في سورة الإرشاد الرقم الحديث عندنا كتير من المنصات اللي بتوصل للمزارع فأنا قدر أقول لحضرتك الحمد لله والفترة دي بدأ المزارعين مصري يكون عندهم تركيز لكمان كل التوصيات اللي بسبب التصارع في التغيرات المناخية فبالتالي جزء جبير جدا من المزارعين بيوصلوا لهم هذه التوصيات استباقيا كمان قبل حتى ما يحدث أي مشكلة فيه رقم للتواصل يا فندم نعم فيه أرقام للتواصل فيه طبعا أرقام للتواصل بس دلوقتي خلاص ما حدش بتوصل بالتليفون دلوقتي بقت السوشيال ميديا وبقت كل وسائل التواصل للإجتماعي وبقت كل حاجات دي متاحة للجميع وهلقي في صفحة المركز مركز معلومات تغير ملاقص صفحة رسمية عليها أكتر من 200 ألف مزارع متابعين وطبعا كل مزارع بيعرف كل اللي في الحد حواليه عشان يبتد يأخذ كل الإجراءات قبل ما يحدث أي تقلوبات في المناخ ده شيء جميل جدا ورائع دكتور فهيم فكرة أن الإرشاد الزراعي وتفاعل المزارعين معاه يعني إلى أي مدى دلوقتي وعي أهلنا من الفلاحين بضرورة أنهم يستبقوا أي تغيرات مناخية أنه عندهم وعي بأنه ممكن أي تغير مناخي يؤثر على المحصول بشكل مباشر شايف الحالة دي إزاي فن؟ أنا شايفها في أفضل ما يكون خلال هذه الفترة بالتحديث في خلال السنوات القليلة الماضية أنت حضرتك لو لو في فرصة وتتقل أي مزارع في أطراف الوادي والدلتة في أخميم في بلطيم في الفشن في شندويل في أي مكان هيكلمك على التغير المناخ وكأنه عانم في التغيرات المناخية عانم كوي تأثيراتها إيه على الزرعة بتاعته على فترة النمو المور السلبية إيه إيه ممكن يعمله كإجراء السباق إيه ممكن يعمله بعد حتى الموجة ما تحصل كتير من المزارعين الحمد لله عندهم الثقافة محترمة جدا وده على فكرة كان مهمة مصر أثناء مؤتمر المناخ كوبتوينتسيب انكشار الشيخ أن يتم توطين ثقافة تغير المناخ في نفس كل المواطنين بما فيهم طبعا المزارعين طيب دكتور أخيرا خلينا استغل وجود حضرتك معنا في أي نصايح أو توصيات تحب توصلها لمزارعنا طبعا يا فندي بالإضافة للتوصيات اللي قلناها بخصوص محصول الأمح للأسف بقى الأجواء الدافئة دي شوية هتبتدت تبقى سلبية نوعا ما لأنها تدري انتشر بعض الحشرات والأمراض أهمها طبعا حشرات المن على الأمح على الفول على الكمول التريكس وعلى أشجار المنجة اللي لسه بتزهر مهم جدا نتم التعامل مبكرا مع هذه الأفات قبل ما تعمل طبعا جيل أو اثنين أو تلاثة تعمل مشاكل بعد كان في بعض الأمراض المهمة أيضا على البصل اللفحة الأرجوانية اللفحة المتأخرة على البطاطس تبقى سيركسبورة على البانجر كل ده مهم جدا للمزارعين والحمد لله أهم حاجة أن الأجواء دي برضو ضد مرض مهم على الأمحة المستدى الأصفر لا ينزب تماما هذه الأجواء فأحيان بقى سيحاجات إيجابية برضو كويسة لأي تقلبات يعني مش كلها سلبية طبعا من أشكر حضراء جزيز شكر دكتور محمد علي فاهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ نشكرك يا فاندم على كل هذه المعلومات والإيضاحات